هل تتناول القهوة كل صباح لتبدأ يومك بنشاط وحيوية؟ هل تشعر أن فنجان القهوة هو الوحيد الذي يجعلك تستيقظ من غفوتك وتواجه العالم؟ ماذا لو أخبرتك أن كل ما تعرفه عن القهوة قد لا يكون دقيقا؟ وأن هناك معلومات جديدة قد تصدمك وتغير طريقتك في تناولها للأبد؟ هذا الفيديو الذي سنقدمه لك يكشف أسرار القهوة وتأثيراتها الحقيقية على جسمك وعقلك ولماذا يطلب الجسم القهوة؟ وعلى ماذا يدل شرب القهوة بكثرة؟ وما هو الوقت المناسب لشرب القهوة؟ ومتى ينصح بعدم شربها؟ نعرف أن القهوة هي أكثر من مجرد مشروب يومي هي جزء من حياة وعادات الكثيرين مشاهدة هذا الفيديو قد تكون الخطوة الأولى لفهم أعمق لعلاقتنا مع القهوة وكيفية استخدامها بأفضل طريقة ممكنة التأثيرات الإيجابية للقهوة في البداية القهوة تحتوي على فوائد عديدة فهي غنية بمضادات الأكسادة وتساعد على تحسين الأداء العقلي والبدني يمكن للقهوة أيضا أن تزيد من اليقظة والتركيز وتحسن من الحالة المزاجية بعض الدراسات تشير إلى أن تناول القهوة بشكل معتدل قد يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وخاصة الزهايمر لكن ماذا عن الجانب الآخر؟ ماذا لو أخبرناك أن القهوة ليست مجرد محفز بسيط؟ هل تعلم أن تناول القهوة بكميات كبيرة وفي الوقت الخطأ يمكن أن يؤدي إلى القلق والأرق وحتى زيادة معدل ضربات القلب؟ وهل كنت تعرف أن القهوة يمكن أن تؤدي إلى الإدمان؟ فالكافيين الموجود في القهوة يعمل بشكل مشابه للعقاقير المنبهة مما يجعل الجسم يعتمد عليه بشكل كبير للحصول على الشعور بالنشاط الكشف عن الحقيقة المخفية الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو ما سنعرضه في هذا الفيديو القهوة ليست مجرد مشروب بل هي سلاح ذو حدين التأثيرات الإيجابية يمكن أن تتحول بسرعة إلى سلبية إذا لم نكن حذرين في هذا الفيديو سنقدم لك نصائح عملية حول كيفية تناول القهوة بطريقة صحية وكمية الكافيين المثلأة التي يجب أن تتناولها يوميا لتجنب التأثيرات السلبية هل تشعر بالفضول لمعرفة المزيد؟ إذا كنت ترغب في الحفاظ على نشاطك وحيويتك دون التضحية بصحتك فتابع معنا حتى النهاية عندما تتناول فنجان من القهوة فأنت تمد جسمك بمضادات الأكسد والمغذيات المتوفرة في القهوة كما أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يحسن من وظائف دماغك ويزيد من معدل الأيض ويعجز من الأداء البدني ويعمل على تحسين الذاكرة والتركيز وتعزيز المزاج وتقليل خطر الاكتئاب لكن انتبه تناول القهوة بكثرة وبإسراف وفي الوقت الخطأ يؤدي إلى حالة من القلق والتوتر وزيادة معدل ضربات القلب واضطرابات في الجهاز الهضمي واضطرابات النوم ما هي فوائد شرب القهوة صباحا؟ وهل هو وقت مثلي؟ شرب القهوة في الصباح يساعد على تنشيط الجسم والعقل مما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة والنشاط لبداية يومك الكافيين يساعد في تحسين المزاج وزيادة التركيز والإنتاجية أخبرنا عن فنجان القهوة الصباحي وما الذي يفعله في جسمك في التعليقات ما هو معدل شرب القهوة في اليوم؟ ينصح بتناول ثلاثة إلى أربعة فنجين من القهوة يوميا كحد أقصى حيث أن هذه الكمية تعتبر آمنة ومفيدة لمعظم الناس لكن تجاوز هذا الحد يمكن أن يؤدي إلى أثار جانبية سلبية إذا كنت تتناول أكثر من أربعة أكواب من القهوة أخبرنا ما الذي يحدث معك في التعليقات كيف تشرب القهوة بشكل صحي؟ تجنب إضافة السكر والكريمة الزائدة اختر القهوة العضوية لتقليل التعرض للمبيدات تناول القهوة بعد وجبات الطعام بوقت قصير ما هو أنسب وقت لشرب القهوة؟ أفضل وقت لشرب القهوة هو ما بين الساعة التاسعة والنصف والحدية عشر والنصف صباحا حيث يكون مستوى الكورتزول في الجسم منخفضا مما يساعد على تحقيق أقصى استفادة من الكافيين متى ينصح بعدم شرب القهوة؟ قبل النوم بست ساعات على الأقل لتجنب اضطرابات النوم والأرق إذا كنت تعاني من القلق أو اضطرابات القلب لا تشرب القهوة لماذا لا تشرب القهوة على الريق؟ شرب القهوة على معدة فارغة يمكن أن يزيد من حموضة المعدة مما يؤدي إلى حرقة المعدة والطرابات في الجهاز الهضمي ولذلك من الأفضل تجنب شرب القهوة على معدة فارغة لتجنب تلك الاضطرابات هل القهوة تحرق الحديد في الجسم؟ البعض يعتقد أن القهوة تزيد نسبة الهيموغلوبين لكن القهوة لا تزيد الهيموغلوبين بل قد تؤثر سلبا على امتصاص الحديد وبالتالي يمكن أن تقلل من نسبته عند تناولها بكثرة يمكن أن تقلل من امتصاص الحديد من الطعام لذا يفضل تناولها بعيدا عن الوجبات الغنية بالحديد باختصار القهوة مشروب رائع يمكن أن يقدم فوائد صحية متعددة إذا تناولتها بشكل معتدل وصحي لماذا الجسم يطلب القهوة؟ هذه الحالة تسمى إدمان الكافيين والطريقة الوحيدة للسيطرة على ذلك هي تقليل تناول القهوة وشرب المزيد من الماء أهم نصيحة يمكن أن تحصل عليها بعد مشاهدة هذا الفيديو هو إضافة هذا السلوك إلى عاداتك تناول كوبا كبيرا من الماء بعد تناولك لفنجان القهوة لأن القهوة تسحب الماء من الجسم وينبغي التعويض بعد تناول فنجان القهوة وطالما بقيت معنا للنهاية فأنت من عشاق القهوة نود أن نعرف آراءكم حول هذا المشروب ما هو نوع القهوة المفضل لديكم؟ وهل تفضلون القهوة الساخنة أم الباردة؟ وما هي إضافاتكم الصحية المفضلة إلى القهوة؟ هل جربتم صنع القهوة في المنزل؟ إذا كان نعم فما هو سر وصفتكم؟ وهل لديكم ذكريات خاصة ترتبط بشرب القهوة؟ شاركونا قصصكم ونحن ننتظر آراءكم وتجاربكم مشاركتكم في التعليقات يشجعنا لإنتاج المزيد لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب كما نتشرف بانضمامكم لفريق صحة أجمل عبر الضغط على زر الانضمام ويسعدنا دعمكم من خلال الضغط على زر شكرا لتقديم المزيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر